بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد بعد أن بينا المفهوم والتعريف اللغوي لكلمة البحث العلمي ننطلق إلى شيء آخر في هذا الدرس وهو تعريف المنهج إصطلاحا منهج البحث العلمي إصطلاحا وردت فيه تعريفات قديمة وتعريفات جديدة وهذه التعريفات القديمة مع الجديدة لا يتضافر أحدها مع الآخر بل كلاهما يتحد على مضمون واحد هو البحث العلمي إصطلاحا نختار من التعريفات القديمة تعريف الفقهاء وهو جمع المسائل والآراء المتعلقة في موضوع واحد وفحصها وبيان الغث منها والثمين كما أن القدماء أيضا عرفوه بأنه إثبات النسخة الإيجابية أو السلبية بين شيئين بطريق الاستدلال بمعنى أن الباحث يبحث عن علاقة بين شيئين متضافرين أو متنافرين إيجابا أو سلبا وهذا هو المضمون الذي جاء في تعريف الفقهاء كذلك أما التعريف الاصطلاحي من التعريفات الحديثة لمنهج البحث العلمي فنختار أهمها وهو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة لماذا؟ إن هذا الفن وهذا التنظيم لماذا؟ من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها أو من أجل البرهانة عليها للآخرين عندما نكون عارفين بها إذن التعريف الحديث للبحث العلمي يدور حول هذا المعنى وأما أجمع التعريفات وأشملها كما جاء في كتابات العلماء إن البحث العلمي أو منهج البحث العلمي هو عملية فكرية منظمة عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث لماذا؟ من أجل تقص الحقائق في قضية ما أو مشكلة ما تواجهه هذه القضية أو مشكلة نسميها موضوع البحث وكذلك بطريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث إذن هذا التعريف يقف بنا على أركان البحث كما سنعرفها في حينها وعليه يمكننا القول إن البحث العلمي هو عماده مشكلة أو عماده مشكلة تحتاج إلى حل يحاول الباحث الوصول إلى حلها بطريق ينتهي إلى قانون عام أو نتيجة محققة أو أقرب للتحقيق ترجمة نانسي قنقر